في الشروق اقتلاف الثورة يخوض انتخابات الشعب بمتين مرشح والمصر اليوم الصفحة الاولى مصر تنزب في سياسة والشارع اما المصر اليوم الصفحة الثالثة اخر خبر اليوم الثاني لتطهير شوارع القاهرة وطرد الباعة من مائة وعشرين موقعا وازلت سبع شوادر لحوم ايامنا ساخنة كالعدل اللي بدنا نتقل فيها خلينا ناخد الاهرام ومنها ثلاث منشتات نبتدي باولهم وهي قضية الساعة انه البلد تقريبا كلها دلاتي كله يعني اللي ما عندوش عدصام بيدور ان هو هيخش في عدصام ازاي عشان يابن حقه اه بالضبط لانها تنتشر في كل حتة وحاسين بالمشاكل عمالة تتراكم او مش هي متراكمة مش عارفين بقى هتتحل ازاي ولا ايه اللي هيحصل الخبر اللي موجود في منشتة الاهرام اليوم هو برنامج زمن لتلبية المطالب الفقاوية وده تصريح ايلو دكتور حزم بلاوي ناب رئيس الوزراء ووزر المالية لو كان هذا البرنامج او هذا الخبر اعلن يعني في اول شهر ثلاثة الفات اللي يبدأ بعلم الناس الثورة نكحت في 11 فبراير بدأ ان نشوف بعض الاعتصامات الفقاوية الصغيرة ثم تكاسرت وتنسرت وصارت يعني بتتولد مثل تولد بالضبط لو كان هذا الخبر او هذا الاعلان او هذا التصريح من اي مسروف الحكومة طلعوا واتطبق كان مصر وضعها بمختلف تماما هو على فكرة احنا بقى ان احنا بقى انك حوالي قدي سبع شهور دلوقتي سبع شهور الناس هنشف على جدول زمن لأي حاجة في مصر كان لو قالوا ان احنا يا اخوانا والله بعد ست شهور هنحل مشاكل المدرسين بعد تمن شهور هنحل مشاكل اطباء مشكلة العاملين في النقل البري او هاية النقل العام دي لسه فيها مشكلة هتبقى بعد سنة ونقعد يبقى فيه تفاوض ما بين الحكومة واصحاب هذه المطالب ويتم الاتفاق على بعد الاتفاق على يتفاوضه ويصل الى حل وسط وكل واحد يقعد قضيته في المطالب انا لا استطيع حكومة ان انا قلب كل المطالب لان يكفي ان انا استجيب كل فئة تعتقد انها تستحق خمس سالة بس هو البداية يا فندم هاي الاشروك انه يشركون معهم يعني يقولوننا طيب احنا ناجل ده عشان كذا نعمل كذا عشان كذا الناس تبقى فاهمة الناس تستريع تبقى حاسة انه فيه ايجابية بتحصل وهم قاعدين مستنيين ما نقولنا حضرتك لو كنا عملنا ده ما كانش فيه مشكلة لكن لأسف الشديد الحكومة تعاملت مع المسألة يعني بسوء فاهم وبسوء يعني بسوء بالغ ومقاطع النظير وكمان فيه كان بعض تصريحات بعض المسؤولين اللي بتستفز الناس اكتر يعني انه ده مش هيعطة لحركة العمل وانه ما فيه مشاكل وانه 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 لا يكفي ان انا اطلع قانون ان انا امنع الاعتصامة والتظاهر عشان ينجح وقال لك ان نظام حسن بارك ما سقتش نظام حسن بارك سقت وكان فيه قوانين تمنع ان تلاتي يلتقوا مع بعض وسقت والطوالي مطبخة في المسألة الاجتماعية والاقتصادية لابد ان يقول لديك برنامجا سياسيا لازم بفيه حل سياسي في ايه لو معملتش ده انت كده بتوجه لمشكلة طب هو ليه ده بيحصل يعني ليه ليه مفيش ده يعني هو ده ليه رؤية الرؤية السياسية ومش موجودة او غائبة او مترددة او عاجزة طب ايه المطلوب في اللحظة دي طيب في اللحظة دي هو يطبخ لو الكلام اللي يقول لدكتور حاسم كلام ممتاز يطبخ يطبخ تطبيق نبتدي دلوقت نحصل احنا عندنا عندنا الاطباء لسه مشكلتهم ما تحلتش المدرسين في طريق الحل وده خبر في الطريقة احنا مفروض الخبر التالي خلينا طب نفض الخبر التاني ونشوف حل مشكلة المدرسين والخبر التاني من الاهرام منشط يقول خمسمائة مليون جنيه لحل مشكلة المدرسين وحافظ الخمسة سبعين في المية مع راتب سبتم كما تعلم وده جزء تطبيق على الكلام اللي احنا قلناه الاول المدرسين تقريبا من خمس ست شهور وهم بيعلنوا بيطلبوا بهذه المطار والنقابة المستخلة قالت هذا الكلام عشرات المرات وتفاوضت وذهبت للحكومة واعلنت مطالبها ومن شهر اوقتا من شهر بتقول اخوانا احنا المدرسين مش يروحوا المدارس والموسم الدراسي ده هيبدأ بلا مدرسين فمعنى ذلك ان الحكومة كانت تعلم ان هناك مشكلة لماذا تلكأت ولم تعالج المشكلة لماذا سفر الوزير الى الهند واترك المشكلة متفاقمة اول ايام هو ليه مفيش فاعل هو ليه دائما فيه رد فاعل يعني بزرط يعني مفروض يبقى فيه خطة نعرف عنها نعمل ازاي لو كان لو كان قاعدوا مع المدرسين وقالوا لهم الكلام اللي بتقال دلوقت يعني احنا دلوقت اضطرينا الاول قالوا مفيش لان انتوا لا تستحقوا ده وبعد كده قالوا لا مفيش لان الميزانية لا تسمع وبعد كده قالوا لا لو عملنا كل حد قدنا 3000 جنيه مش هنلاقي فلوس للبلد كلهم طيب انت النهاردة خدت القرار ان فيه 500 مليون جنيه وحافظ اللي السابق والحافظ في شهر سبتمبر هيتطبض وبأسر راجع من شهر يوم وليه بقى لا يستحقوا ليه تقالك لغض النظر اذا انت كان عندك سياق انك بتقول لا تستحق طيب انت وفقت دلوقت معناها ان انت ما عندكش تصور الطبيعي ان انا زي ما نطبق الكلام اللي قالوا حزن ببلاو مبارح دول ان احنا يبقى فيه خطة واضحة في كل كل وزارة كل هيئة كل قطاع يبدأ يشوف المشاكل اللي عنده ايه وامكانياته ايه وامكانياته ايه ونقعد نتفاوض ونقول والله احنا هنعمل ده بعد خمس شهور ده اول بعد عشر شهور وهكذا المواطن العادي او الرجل المضرب او اللي عنده مطلب فيه قوي لما يقتنع بصحة هذا الكلام ويشعر انه مش وحده بس المضحي او متحمل او مشكلته مؤجلة ان ده في اطار جدول زمن او شايفوا هم ايه المشاكل ده بتطلب انه كل جهة في بلدنا بتشتغل تقعد تعمل خطة وتعرف مواردها ايه وهي محتاجة ايه وممكن تجيب فلوس ازاي علشان كل ده يبقى مفروض وكل ده يبقى نتحاسب كل ده يبقى فيه مسئولية فهم